اليوم سنتناول وحدة تدريبية عن الوقاية من العدوى ومكافحتها والرعاية السريرية رغم أنه لم يحدث حتى الآن اتقال مستمر للعدوى بمرض فيروس كورونا 2019 كوفيد-19 بين البشر داخل المجتمعات المحلية بشكل عام حدث انتقال محدود للعدوى داخل المنازل لتجنب انتقال العدوى يجب على المجتمع بوجه عام تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة المغلقة كما يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر من أي شخص يعاني من الأعراض التنفسية لمرض كوفيد-19 مثل السعال أو العطس احرس على نظافة اليدين بفركهما بمطهر كحولي إذا لم يبدو عليهما أي اتساخ لمدة 20 إلى 30 ثانية اغسل اليدين بالماء والصابون في حال اتساخهما لمدة 40 إلى 60 ثانية امتنع عن لمس الفم والأمف يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية ارتداء كمامة طبية والتماث الرعاية الطبية في حال الشعور بالحمى والسعال وسعوبة في التنفس في أقرب وقت ممكن أو حسب البروتوكولات المحلية قد يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى خطر العدوى قد تكون أعراض العدوى التنفسية المبكرة غير محددة لذلك قد لا يسرع العاملون الصحيون إلى تنفيذ الاحتياطات الإضافية للوقاية من انتقال العدوى إليهم أثناء تقديم الرعاية وهنا تظهر أهمية الاحتياطات القياسية تابع الاحتياطات القياسية مع جميع المرضى وفي جميع الأماكن وفي جميع الأوقات بغض النظر عن الأعراض تشمل الاحتياطات القياسية نظافة اليدين النظافة التنفسية اتباع أداب السعال استخدام معدات الوقاية الشخصية حسب تقييمات المخاطر وتطبيق ممارسات الحقن المأمونة كما تشمل الاحتياطات القياسية النظافة البيئية وإدارة النفايات وإدارة الخدمات الخاصة بالبيضات والعناية بمعدات المرضى في مرحلة الفرز التحديد المكل للمرضى بكوفيد-19 أمر في غاية الأهمية ويجب أن تكون درجة الاشتباه السريري في الإصابة بمرض كوفيد-19 مرتفعة وزود المريض المشتبه في إصابته بكوفيد-19 بكمامة طبية وعزله في مكان مستقل يساهم ذلك في مكافحة مصدر العدوى ويقلل احتمالية التلوث البيئي في مرحلة الفرز أحرص على توفير محطة فرز جيدة التجهيز وإنشاء استبيانات للتحري حسب تعريف حالة الإصابة بمرض كوفيد-19 وتنظيم مساحة تتيح الفصل المكاني بين كل مريض وآخر بمسافة متر إلى مترين وتعليك لافتات في الأماكن العامة تذكر المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض بضرورة إخبار العاملين الصحيين والتهوية الجيدة لمناطق الفرز والانتظار يجب الحرص على النظافة التنفسية أي تغطية الفم والأنف بمنديل أو ثني الكوع أثناء السعال والعطس والتخلص من المنديل على الفور وتنظيف اليدين عند إدخال المرضى إلى عنابر المستشفى تأكد من وضع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 فقط مع حالات الإصابة المؤكدة الأخرى بنفس العدوى يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية للمصابين بمرض كوفيد-19 اتخاذ احتياطات المخالطة واحتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الرذاب للوقاية من انتقال الفيروس ضع المرضى في غرف فردية أو في حال عدم توفرها اجمع ذوي التشقيص المماثل أو المشابه في مكان واحد احرص على الفصل المكاني بين المرضى بمسافة متر واحد على الأقل احرص على التهوية الجيدة للغرف الفردية أو عنابر المستشفى عند مخالطة المرضى مخالطة مكربة يجب استخدام كمامة طبية أو واق للوجه أو نظارات واقية وقفازات وثوب واق بعد تقديم الرعاية للمرضى يجب نزع معدات الوقاية الشخصية والتخلص منها بشكل سليم يجب تنظيف اليدين يجب ارتداء معدات وقاية شخصية جديدة عند تقديم الرعاية لمريض آخر يجب الحد من تنقل المرضى داخل المؤسسة والتأكد من ارتدائهم لكمامات طبية عند خروجهم من غرفهم استخدم معدات أحادية الاستعمال أو مخصصة إن أمكن مثل سماعة الطبيب وكفات لقياس ضغط الدم والترمومترات إذا كان لابد من استخدام المعدات مع أكثر من مريض فعليك بتنظيفها وتعقيمها بعد استخدامها مع كل مريض احرص على امتناع العاملين الصحيين عن ملامسة أعينهم أو أنوفهم أو أفواههم بكفازات قد تكون ملوثة أو بدون كفازات تجنب تلويذ أسطح البيئة المحيطة غير المرتبطة بشكل مباشر برعاية المرضى مثل مقابد الأبواب ومفاتيح الإضاءة يجب تنظيف الأسطح التي يلامسها المرضى وتطهيرها بانتظام ومن احتياطات المخالطة الحرص على التهوية الجيدة للغرف واستخدام الغرف الفردية أو جمع المرضى ذوي التشقيص المماثل في مكان واحد والتقليل من حركة المرضى أو انتقالهم والمواظبة على نظافة اليدين قد ينتج رذاذ متطاير عن بعض الإجراءات مثل شفط الإفرازات أو الشفط المفتوح لعينات السبيل التنفسي والتهوية غير الباضعة